أعلن الجناح العسكري لحماس عن مقتل أحد ناشطيه قبل يومين مع شقيقيه في إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية خلال جولة التصعيد الأخيرة مع الجهاد الإسلامي ووفقاً لبيان كتائب عز الدين القسام فإن أحمد عبد العال قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي قبل يومين شرقي حي التفاح مع شقيقيه إبراهيم وإسماعيل وعلى صعيد ذي سرى أفاد التقارير أن مئات الفلسطينيين تظاهروا في غزة احتجاجاً على اتفاق التهديئ بين إسرائيل والجهاد الإسلامي